السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. كل اللي بسمعني معكم من السلام الصفاء من قناة تيوك. كل اللي بسمعنا الأول مرة وجهة الفيديو. ما ينسى تشترك وفعلنا الجرس. اه حب اعرفكم في قنوات اخرى فاندينا قناة تيوك معرفة. اه. عندينا قناة تيوك شورت وغيرا غيرا من قناة تيوك. قناة تيوك ليست قناة واحدة اكثر من قناة قناة تيوك مخصصة للتعبير لانشاءات وضعية المجيات تلخصات دروس اذا عادت مدرسية تقارير رسائل ابحاث مدرسية مسرحيات وغيرا من محتوى القناة. اتمنى منكم اشتراك فضلا وليس امرا. اه اليوم اه اليوم بازن الله تعبير عن او موضوع اه موضوع اه انطلاقا من رؤوس الاقلام. كتابة موضوع انطلاقا من رؤوس اه من رؤوس الاقلام. عندنا سؤال اه اكتب موضوعا يتناول الفكرة العامة الاهتية. ارتقاء الوطن يقوم بالعلم والعمل. مستفيدة من مين رؤوس الاقلام الاتية. واحد الاستفادة من العلوم. تطبيق تيها من اجل النهوض التقدم. اثنان رقي الوطن مسؤولية ابناء الوطن جميعا. ثلاثة ارتقاء العمل والاخلاص فيه خير سبيل اه الى نهضة الامة. اربعة. التفاني في خدمة الوطن تعبير راقن عن اه حبنا له. هنتكلم عن اه ارتقاء الوطن يكون بالعلم والعمل. واندينا رؤوس اقلام او اه فكر. هنتكلم عنها. ان كل امة تطمح لارتقاء بوطنية وتسعى بجد وجهد لتحقيق هذا الهدف. وقد اختلفت الاساليب والوسائل لتحقيق هذا الهدف. فلكل من يبحث عن تقدم وطني لابد ان يأخذ بعين الاعتبار ان النورقي والتقدم والازدهار لابد له من سببين. هما العلم والعمل. فهما مكملان لبعضهما البعض. فلا معنى لاحاديما دون الاخر. فحقول العلم كثيرة ومتعددة ولابد من سلوكها والاستفادة من التطور والتقدم والذي يعد يعد اساسا بناء الوطن. وهو تكافل هو وهو تكافل والتكاتف بين اه ابنائي ولابد من الاهتمام بالعمل واتقانه. فالعمل غير المطقن هو مضرة اكثر منه منفعة. ومضيع الوقت والجهد. لذلك لابد من اليقين ان الكلام وحده لا يبني الاوطان. ولا يعبر عن المحبة والاخلاص. فلابد من التسلح بالعلم والعمل لنكون حجر اساس في تقدم الوطن وازدهاره. نقرأه مرة اخرى. سريحا. ان كل امة تطمح للارتقاء باوطانها وتسعى بجد وجهد لتحقيق هذا الهدف. وقد اختلفت الاساليب والوسائل لتحقيق هذا الهدف. فلكل من يبحث عن تقدم وطني لابد ان يأخذ بعين الاعتبار ان الرقي والتقدم والازدهار لابد له من سببين. هما العلم والعمل. فهما مكمنان لبعضهما البعض. فلا معنى لاحدهم دون الاخر. فحقول العلم كثيرة ومتعددة. لابد من سلوكها والاستفادة من التطور والتقدم الذي يعد اساس بناء الوطن وهو التكافل والتكاتف بين ابنائي. هو التكافل التكافل والتكاتف بين ابنائي. ولا بد من الاتمام بالعمل والاتقاني. فالعمل غير المتقن هو مضر اكثر منه منفع ومضيع للوقت والجهد. ولذلك لابد من اليقين بان الكلام محدى ولا يبني الاوطان ولا يعبر على المحبة والاخلاص. لابد من تسلح بالعلم والعمل لنكون حجر اساس في تقدم الوطن وازدهاره. موضوع انطلق من رؤوس الاقلامي رب يحجبكم تستفروا منه. شكرا جزيلا لحضراتكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة